السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سامية شو ديزات قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة وهذا ليصلكم كل جديد حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف زكاة الفطر لهذا العام ب120 دينار أي 12.000 داعية الأئمة إلى الشروع في جمعها ابتداء من منتصف شهر رمضان ودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفاضل والتي قدر ثمنها في سنة 2022 ب120 دينار أي 12.000 وكلفت الوزارة أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من شهر رمضان على أن لا توزع على مستحقها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك كما ذكرت أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير غني أو فقير إذا كان يملك ما يزيد عن قوة يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل ما تجنب عليه نفقته إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الإعجاب وهذا تشجيع لنا لعرض المزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة